اشتركوا في القناة تجربة في تبني فكرة الأستاذ محمود محمد طاها اللي هي فكرة قايمة أساساً على الطرح مفهوم جديد في مسألة قضية المرأة وفي مسألة مساواة المساواة التامة من داخل الدين نحن اتبنينا الفكرة دي يعني أنا اتبنيتها يمكن اكون وانا داخلة على الجامعة وكان يعني مثلا في فترة السبعينات يمكن ديتكم من اكتر الفترات اللي كانت بالنسبة لي فترة خصبة وفترة فيها مواجهة في مسألة انه كيف احنا نقدر نكسر الحاجز بتاع ان المجتمع ده مجتمع رجالي وانه المجتمع ما بيدينا الفرصة في اننا نكون نخرج في المجتمع ونواجه ونتكلم عن قضايا الدين فنحن قررنا اننا نخرج مع الاخوان الجمهورين نحمل الكتاب ونطلح في الشارع ونحاور الناس ونوزع الكتاب فكانت فيه يعني ناس يجوا يجدعون بحجارة وناس يقولون انه ده النساء مطلوقات ويتم ما عندكم نولية وكده يعني كتير جدا من العبارات المؤزية شديد لكن نحن كنا متأكدين انه القضية المرأة ما ممكن تنتزع الا بقدر كبير جدا من الصدام في المجتمع الزكوري الحاصر حقيقة انا بعد غيام الانقاص طوالي سنة التسعين بالتحديد انا شعرت بانه انا ما هاقدر لانه طبعا اسفروا في الفترة دي عن وجههم عن وجههم الكانوا مخفي في ان الحكومة دي ما حكومة بتاعت اخوان مسلمين وكده فظهر انهم اخوان مسلمين وظهر لي انهم هم امتداد يعني للناس كانوا ورائقتي على الاستاذ نفسه فطلحت من البلد لما جات اتفاق التسلام سنة 2005 انا شعرت بانه في مساحة بعد ده الواحد ممكن رجع يعمل حاجة وجيت مع مجموعة من الهناية عملنا المركز بتاع الاستاذ محمود السغافي لكن كانت دايما فيه يعني هجمات من ناس الامن واستدعاءات وتوقيف للحرق الندوات بتاعاتنا بعد داك سنة 2014 اغلغ المركز تماما اغلغوا الاعلام والتصديق بتاعنا ساري مبعد لمدة سنة كاملة وانحنا وفقا للحكاية دي رأينا انه ما في داعي نستشير جهات اخرى ولا ناخد تصديق من الجهات دي طالما انه التصديق بتاعنا ساري وهي دي الجهة اللي احنا بنتعامل معها وده القانون اللي احنا بنتعامل معاه عملنا كله قائم وثق القانون لما اغلغوا المركز فكرنا فينا اللي ما نعمل حزيب يمكن الحزيب يكون اسهل رفضوا لنا رفضي بعد انه الحزيب يقوم وبقت قضايا دستورية قضايا في مسألة حقنا الدستوري في انه نحنا لابدة من انه يكون عندنا الحق في التنظيم وحق في حق الراي وحق الاعتغاد وكده والقضايا الدستورية برضه سوفت سوفت واخيرا برضه رفضوا لنا تجربة بتاعتين امرأة تقود حزيب ما تجربة سهلة لكن انا اللي حسنا الحظ يعني التفوا حور الحركة بتاعت الحزب عدد من الاخوان الجمهورين ابتداءا ودي خلت المسألة بتاعتين تكون اسهل من لو اتعملت مع المجتمع سايب بصورة عامة لانه الاخوان الجمهورين برضه ونتشربوا قضية المساوى لكن انا بفتكر مسألة القيادة سواء كان للأحزاب ولا لغير الأحزاب بتحتمد على شخصية المرأة لابد من انك تكون مغنعة بالقدر الكافي يعني يمكن الرجال يكونوا ما مغنعين لكن مساهلهم تمشي لكن المرأة المغنعة مسألة ما بتمشي اكيد أنا بفتكر انها السورة دي يعني من اكبر قيامة انها دفعت بالحركة النسوية لمرتبة كبيرة جداً ودي بحقيقة حاجة اكتسبتها النساء ما حاجة منحت اليوم ودي أدت دفعة لكن بفتكر الدفعة دي ما اتشرت يعني لحد يومنا هسا في تراجع حصل والتراجع الحصل برضو أفتكر إنه لأنه برضو تجربة النساء ما كانت ما كانت كبيرة يعني معظم الشابات اللي كانوا بيطلعوا في المظاهرات يمكن يكونوا كانوا مولودين في الإنغاز فعشان كده حصلت ردة حصلت ردة مننا أن إحنا من النساء يعني بصورة عامة وحصلت ردة من الرجال الاتولوا قضية الحراك بتاع الفترة الانتغالية عشان كده انتكست الحركة الأخوات الجمهورية ما كانوا حاجة مختلفة يعني نفس الحكاية يعني احنا كنا في الميدان كنا في الاحتصام كنا في المظاهرات واعتغلنا مع من واعتغل من النساء لكن للأسف يعني السورة العظيمة دي ما أنتجت الحقوق اللي بتستحقها النساء زي ما هم دفعوا فيها يعني بفتكر إنه مشكلة الحركات مشكلة المرأة الحركات النسوية فيها حركات دائما موزعة يعني ما ممكن يشكلوا جسم واحد يقوم على رؤية واحدة تخدم قضية المرأة ودي كل حركات موزعة ممكن كانت تتجمع كلها في حركة واحدة يكون الهدف الأساسي بتاعه إنجاز مهام إنه المرأة تكون مساوية للرجل في الغانون ومساوية له في الحياة الاجتماعية برضو المشكلة أنا بفتكر إنه يعني مثلا لحد كبير يعني الحركة النسوية مثلا والاتحاد النسائي كان عنده دور كبير جدا في مسألة الحقوق المدنية في مسألة الحقوق السياسية يعني عملوا مثلا العمل كبير في مثلا لإن المرأة دخلت البرنامان مثلا طالبوا بالحق المتساوي للأجر المتساوي ودي مسألة كبيرة لكنهم أغفروا القضية بتاع حقوق المرأة داخل الدين أنا بفتكر إنه الحاجة المفروض نعمل نحن في المستقبل إنها الحركات النسوية وكلها تتحد وإنه تتوضع برنامج نحن عايزين شنو؟ بالتحديد عايزين نحقق للمرأة شنو؟ لأنه مجرد إنك تكتسب المرأة تكتسب حقوق سياسية لكن الأهم منه نحن وضعنا شنو في غانونا الأسرة في غانونا الأحوال الشخصية يعني أنا ممكن أكون رئيسة الوزراء في السودان الليلة لكن ممكن أجعل قوارقة مخطوطة في الطرابيزة أنا مطلقة ولا أجعل قمعت شوية الراجل شرد مشى عن رسمرة تانية ولا جابة لأنا في البيت فدي قضايا إذا ما كان حلت أنا بفتكر إنه قرامة المرأة وعزتها واكتساباتها ببر بر دي كلها بتنهزم أساسا والأسرة كلها بتنهزم يا بتنين نور يا بتنين نور بوطي روحاني نشوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر